خليوني نشارككم بعض الحويجات ما غانقوش تكون أرضية النقاش ولكن كأنا زعماء من إنسان المتواضع خلال تتبعي لهذا النقاش حول مدونة الأسرة الملاحظة الأولى قلتها وحيط الناس يزوج جديد ربما تسمعوني الملاحظة الأولى وسجلوها بسيلو حمر بشعقة لها الجميل أول ملاحظة في خضم هذا النقاش المدونة الأسرة أين هو صوته المواطن هذا مشروع يتوجه للأسرة المغربية واش كنسمعوه المواطنات والمواطن ولكن نسمعوه الأمين أبو عياش وكنسمعوه ابن عبد الله والشقار وبن كيران وانا قلتها ابن كيران را كنتميل واحد المركز الجماعي وطباقي عنده واحد القدر للفلوس عنده واحد نيفود العيش ابن عبد الله عنده نيفود العيش عنده مركز أمين أبو عياش عنده مركز رشيد طالب العالمي عنده واشحنا المغاربة كنا واش يمكن ديروا قاعدة قانونية يمكن لها نزل على المغاربة كاملة أو اللي احنا راح نفعه أوضع مختلفة إذا نخصنا واحد المدولة اللي تحضر هذه الشروط ملاحظة تانية مهمة جدا وكبالما نمشد الملاحظة التانية أكد لها الدونة ندفع بأن القواعد القانونية القانون القاعدة القانونية كي القاعدة للجماعية وكي القاعدة الدينية اليوم نحن كنتم نقوم نحو نسمعوا القاعدة للجماعية هي واحد القاعدة بحال مثلا نعطيكم مثال نعم عرف ما كان في جميع المناطق في المغرب نحن من اللي كان طلبوه مثلاً لشي واحد نقول لهم في الدوار مثلاً أو في المناطق نطلبوه شي واحد يقول له عطينا الطحين عطيكم عمية من اللي كانت عطينا بنادم الطبصير في الطحين ما يرجع لك شو ما يرجع لك شو الطبصير الخاوي كي يدلك فيه شي حاجة هذه قاعدة الجماعية حال واحد القاعدة كي نعادل مدخينين صحاب الكيف إلا ما كانش عنده السمسي أو كي طلب لشي واحد السمسي هدا كدك يكمي بالسمسي هذا هذه قاعدة اجتماعية كي يرجع لها السمسي عامر ماذا كي يرجع لها السمسي خاوي فهذه تقافة مثلاً بشي ترجمي وهذا كي يكمي والسمسي هذه القاعدة جماعية فلنرجع لها السمسي خاوي سيكون ذلك الشخص تحت طائلة العقاب والعقاب لالقاعدة جماعية هو الصدراء هو غيري هضرو فيه شو ما عيب أو مثلاً لا توجد واحد في الضوار ومع الزيت أنت ليس منظم تعزيه قانونيا لأنه يكون لديك عقاب الحرس أو الغرامة أو لا ولكي تقول لي تحت طائرة الصديرة هذه القاعدة الإججماعية تكون قواعد الإججماعية هي ليست قواعد قانونية ولكن هي عند السلطة المرأة لو ولدت في الضوار خاصة الناس يجيبوا لها البيض أو كان لي ما جاء قاعدة الإججماعية كي يقول لي حشو فقاعدة هذه القاعدة الإججماعية وكي القاعدة الدينية طبعا الأديانة ومقاوع وكي نحن اللي موضوعنا الأسر يمني القاعدة القانونية هي قاعدة وضعية وهذه عندها خصائص وهنا كنعود لي أهميتها عندها خصائص خاصية الإلزام ضروري ملزمة القاعدة الإججماعية ليست بقاعدة ملزمة بالمعنى أما القاعدة القانونية لا الضوء الحمر ستوقف ما بغي تي شيء ستعاقب تحييذك البيرمية ستخلص القاعدة القانونية ملزمة مثلا لا تدير ملزمة هذا هو الإلزام ضروري لا تدير الجزاء حبس أو غرامة ومن خصائص هالأخرى قلناها عمومية كتعمل الناس كاملين لا تجيش الواحد في آدونا أخرى ثم من خصائص هالأخرى أنها الجماعية ما معنى الجماعية أن القاعدة ليست يأتي الإنسان ويبدأ يشرع تكون استجابة لإشكال أو توطر أو مصلحة ولكن المشكلة هنا الملاحظة اللي بغيتم خلها مهمة عبر هذا النقاش الملاحظة أنا جعلت قاعدة الجماعية فهوش سمعنا لمغاربة في هذا النقاش اللي كان هذي رأى ما نتابوله الناس وش فتحنا مثلا على المستوى المغرب كامل كان ممكن تدير فضاءات وتجمعات عمومية فقاعات وتحت إشراف السلطة وتحت كذا وتختار وقع ناس مثلا عائلات مثلا معروفة مثلا مواطنين كل مجمعنا أكبر قدر دي للرأي منعرفوا ما هي الأسرة ما التصور ديالنا باش يكون مشروع باش ما نسقتوش في المشروع الأول من نسوش أننا دلنا مشروع في 2004 ودلنا الجنة اللي كانت أساسي محمد بوستر رحمة الله عليه وكان فيها يعني ناس سرخ مليشي الفقه ديالنا رجل القانون اللي كان عوضو في اللجنة ولكن هذي اللجنة اللي دلنا هذي المدونة ديال الأسرة ما حتاش التوتر داخل الأسرة وربما لهذا جاءت الرغبة اليوم لإصلاح جديد ولكن كما كيقول هاجل فيلسوف الألماني تقولك من لم يعي أخطاء ماضيه سيضطر إلى إعادتها في المستقبل هذا فيلسوف ألماني اسمته هاجل كان فيلسوفا ميتاليا كيقول من لم يعي أخطاء ماضيه سيضطر إلى إعادتها في المستقبل خصكتوا عن أخطاء اللي دلت الباح باش ما تعودهاش اليوم إلى مدى تشتقييم الأخطاء الماضي لعد قديمة كده الخطاء إذن دلنا مدونة في 2004 سؤال وحنا في هذه الجريبة واش دلنا تقييم حقيقي لماذا فشلت الجريبة السابقة حتى لا نعيد أخطاءها ولكن سلطة الضوء لهذه النقطة مثلا دي لأننا ما استمعناش للناس هذه نقطة يعني مهمة ومهمة جدا نقطة أخرى وأنا قبل من أعطي للناس يدخلوا وهذه ملاحظة مهمة وأنه اللي كيبان عندما تبعتوا النقاش حول مدونة الأسرة النقاش اللي كين دابا ما بين بن كيران وبن عبد الله والشقار وقاحد شي اللي كين في الساحة كيبان اكتغيان الإيديولوجيا هذه نقطة مهمة الناس كينقشوا مدونة الأسرة كل واحد من الموقع الإيديولوجي بمعنى آخر واش كين شي دراسات الدارة دابا تحتوني شي حزب دابا دير دراسات على الأسر المغربين شحل عدد العنوسة في المغرب شحل عدد اللي ممزوجين شحل المحل النس خاطبين الدخل الفرضي دير كل واحد عدد الأفراد خمسة ولا عشرة أعطيبني شي حزب دابا ملي كيهضر لابا أستاذ دير كتغال إيديولوجيا بالكيران كيهضر كيستعمل اللغة ديال الليواط المرأة تولي تحكم فينا الغار براها ما عش نوقع له كين نغي تخويف كين التخويف يعني كيستعمال واحد الخطاب عاطفي الآخر ونعود تاني بحل بن عبد الله مثلا النقاش اللي سمعته اللي كيذر عن العدة واحد النقاش مشوه على ذلك التصور الآخر اللي كين عند الياسار ولا عند الحدثين يعني تصور يعني كيقدم صورة مشوهة على لكي نقش العدة بتلك الطريقة فشكل عام الملاحظ النقاش اللي كين دباوس الأسرة هو نقاش كتغالي هذي بغي تركز عليها الإيديولوجي اللي كشدر ولا حزب في المغرب دير دراسة عن العلوسة ولا حزب في المغرب دير الطلاق ولا حزب جيبنا شحل عدد الناس لخاطبين ولا حزب جدر لنا ما ترنقل لنا شمن الأسرة المعطيات العلمية لا لحظة دباوس النقاش اللي كين وشكين صوت دي العلماء للجماع وشكين صوت دي العلماء النفس في المعلماء للجماع عندما فهد النقاش فينا هي الجامعة المغربية. شنو دور الجامعة المغربية يا فهد؟ إلما نخطط شفتش. شنية البحوت؟ شنية الدراسات؟ الفاقه مهم يهضر. الفاقه مهم. ولكن فكوش الفاقه يخصوه يهضر. إنك يكون أمام معطيات كي يقدم له عالم الاجتماع عالم النفس الجامعة. معطيات عندك لأن الواقع يتغير. ما شي غير تعطيه موقف هكا تيجيش ولكن ما تجيوش على الأسئلة الداخلية والأسئلة. يعني الأسئلة اللي هي معقولة نيوم احنا أمام معطيات مثلا في أستاذ عبدالله بن كيران وأنا أحيي فيه حرارته ودفعه للأسرة وبنحقه كي هو كي بن عبدالله الجامع هذه آراء أخوتي المغرب بن كيران مهم في الحياة السياسية وبن عبدالله مهم والشقر مهم وأمين أبو عيش مهمة والوهبي مهم ولكن احنا عبتاني مهمين انتوما نسمعو لنا كذلك في الآراء دينا فمثلا أستاذ عبدالله بن كيران كي هدر على الدين والحقية مزيان ولكن استاذ عبدالله بن كيران تقبلتي بالشروط المدنية من دخلتي الحملية السياسية كان أمامك القانون البنكي اللي فيه الريبة وتتعيش معه علش ما موقف الله من الريبة لا الإسلامي كينا واحد نظري كينا واحد تعامل إلى ميكيا فيلي يعني مع المال لا كينا قانون البنكي كينا مدونة تجارة ما عندها علاقة بالديل الإسلامي والشريعة دينا القانون الجنائي هل هو قانون هاب الإسلام كيتطبق فيه حط صاريق القانون الجنائي قانون وضعي وكي قبله السيبن كيران وفي عهده وكي العدد من القوانين ومن المدونات ومن القواعد وقبل الحياة السياسية أنا هنا كنترح واحد سؤال مهم صحيح الأسرة مهمة لماذا عندما يتعلق الأمر بإصلاح المدونات الأسرة وعلاقة رجل والمرأة يعني الفرائز كتخرج والحجم التوتر كيزداد في المجمع لماذا نحيح فقط على هذا الموضوع؟ لماذا؟ وحنا تعيشنا مع القانون الجنائي وكي نتعيش مع القانون البنكي هالريبا كينا في القانون البنكي كي نحويش بزاف كتنظم حياتنا وما عندها علاقة بالديل الإسلامي وكينا علاقات كذلك اليوم رأى ما بقاش الإنسان بحضورك كينا غرب كينا علاقات دولية كينا علاقات تجارية كينا اتفاقيات كينا عضوية في منظمات دولية كينا كنسنيوا على اتفاقيات دولية رأى هذه النقص ويستحضرواها في التحليل رأى سهل تقول هذه الكلماتك مثلا الأستاذ عبد إله بن كيلل المحترم عندما كان رئيس حكومة كيف تعامل مع المؤسسات المالية الدولية؟ كي ياخد القروض كي يقلص مع المؤسسات المالية والمؤسسات المالية الدولية في شخص البنك الدولي وصندوق النقل الدولي والمنظمة رأى هم اللي كي يصنعوا القرار السياسي في العالم رأى ما كي لي كي يحكم العالم كداد لمؤسسات المالية؟ إذن كنتي كي تقلص مع الغرب وفي شخص قيادة واللي هي المؤسسات المالية؟ طبعا أنت ما كيش نحملو كتر من حجمك إن حكومة وما كيش أغلبية قوية وكين شروط وكين بنية نحن موضوعيين ولكن الإنسان أنا داك كيف يش سيبن كيران؟ والسيبن كيران طبق الشريعة ديك سيك وقال لا المؤسسات المالية ما ناخد منها الفلوس اقترض بالشروط وبفوائد البنك الدولي تسلف ولكن اليوم هاد النقاش أنا أنا سيبن كيران في المكان هاد النقاش ما دافع الأسرة مزيد ولكن معجميش هاد توظيف ديال الليواط هادا جيش كيدير سياسة المغاربة كيسمعوا ياغن واللي والليواط عندنا الرجل عايز جوج الرجل المرأة غتجوج المرأة كينا واحد طريقة سياسية خطيرة جدا ما كيش نقاش المسؤول هالموعطة ما ترى نستعبت إله بن كين حزب العدد والتنمية واش قدرتوا تقدموش دراسة للمغاربة على الأسرة المغربية عددها العون وسادة واشتهدار تقول غير كيهدار تناقل من العودة للإسلام المأزوين ولكن احنا امام واقع امام التحديات امام أسر امام محاتي امام الفات الطلاق امام التوتر امام إشكالات انا هنا كنسول واش كينشي حزب في المغرب دير شي دراسة اليوم دريس الشقر والاتحاد الشراكة مؤخرا سمعتوه حزب خدام كتب دراسات فلوس واش كينشي دراسات دار ام واش كينشي حزب مغربي دار دراسة على قبل ما نجيب لهذا النقاش في الجامعة بن عبدالله مع ابو هبي مع السيد داكي مع السيد تصوروا المغربة خدوا هذا المعلومة ولا حزب في المغرب عنده دراسة على الأسرة ولا واحد عندهم كنقوله الدراسة أرقام نسب معطية هاد نسب المعطية والإحصائية وكذا هاد كيش الفقه هل دو هايش جاهد الفقه دبعدنا الفقه جاهد درب لا معطيات عدنا فقه فقهاء يتحدث ومن كنقول الفقه في الجانب الإسلام يرفقها اليسار لا فقه اليسار ولا فقه الإسلام ولا فقه الليبرالية عنده الأرقام والمعطيات تشي حزب بغيتكم المغربة تتأملوا في هاد المعطى الخطير ولا حزب في المغرب عنده دراسة كياخدوا مكاتب الدراسات كل شي كده مكتب الدراسات إلا هاد الجانب هاد دي الأسرة اليوم احنا من خارطين في مشروع كل واحد كيعطيه موقف ايديولوجي الايديولوجي ليك تدار ولكن كانوا تشي قهد ما عنده أرقام على حجم طلاق في المغرب هجم ديال العنوسة في المغرب الدخل الفردي ودخل كirه ملك يقول لك حيث الناس يعيعتقدوا بي أن القاعدة القانونية هي متال senator واحد القعيدة القانونية يصلح لوحد لبنت قاصرة ليس لبنت القاصرة لاaccordي البنت القاصرة على أسرة أخرى في الهند الهند كانت فيها أكبر نسبة الزواج للقاصيرات معروفة الهند أكبر دولة والهند كانت أكثر دول صناعة للقوانين لكي تحدثpen زواج القاصيرات ومع ذلك تنتعش ظاهرة زواج القاصيرات في الهند والقوانين تخرج يوميا يوميا قواعد بالزاه سؤال لماذا القواعد القانونية على كتابتها ما حدتش من زواج القاصرات في الهند علاش هنا قصنا نخد معقلنا فوقاش الهند غا تحد من زواج القاصرات حتى كتفت من تما دروس المرأة مني البنت بلد كتقراء عاقو ولو كيقرره بزيف لبنت مني كتقراء وكتكون متعلمة كأم ما كتبنيش منتها تزوجها قاصرة كتحلم تقرى بحالها أما الإنسان يمكن تكون مقاريش ظروف هكذا ما كيبقى كيبقى خلاص وللجواب هو الزواج وتوالي دي هالا كانت تضع الجهل وكادها تقصوغي تخلص منها كيعتبرها بحالشي كما يكيقول وحد سيد ما قوله في الجبل تيقولك البنت في الدار قلب ولا موقوته مع كامل أسر هذا كانت هناك توقلي عندك في دار انت كيعتبرها قلب ولا قى تطربه لأي لحظة كما يمكن واحد النقاش أنتم كتشوفوا كيفاش كيخرجوا ديال دخلية الكوزين تيك ويك تزوج الموظفة واحد الوقت من المرأة ولات بوليسية العقلت وكان واحد النوع منت تفكو ديال زغرية قد ضغرت اثر المشمح ليقبل المرأة بواحد فكرتش عن جريبة الهند الهند كانت فيها أكبر نسبة ديال زواج القاصيرات وصنعت الهند من القوانين ما لا يعده يحصلين حد من الظاهر وفشلت وعندما هتدوا إلى تمدرسوا بأن هذا المدرس تم القاصيرات في الهند قلت نقول بهالشي أن القاعدة الناس لو بغين يعالجوا إشكال الأسرة فقط بالقانون في المغرب هذه وجهة نظر ديالنا المتواضعة هنا مربط الفارس أزمة الأسرة المغربية وأزمة المدونة أكبر من قاعدة قانونية إشكال اقتصادي واجتماعي وتقافي وتعليمي رأى من العقلته توبوت الزوجية المغرب فتح فيه هالمرة التوبوت الزوجي كنتم بتوه بالعقد بالكاغير ولكن واحد الوقت فتحت الدولة واحد فرصة اللي بغين يصور الكاغيرت اللي كذا صوروا الدولة فتحت توبوت الزوجية بفرصة والناس مستمروا في الزواج بلا كاغيرت والناس ما بشاوش داروا دعوة قضائية واستمرت هنا خصنا نعرفه رأى بلادنا ماشي نخارط معاك في شي مشروع رأى الإشكال الكبار خاصتك تشوف الأزمة في شموليتها في قريته والساكنوك هو معت فين ساكن في دوار معت فين ما عنده مدراسة ما عنده كادم ما مخلص رأى بعد المرأة ما كيتفعلش مع القواعد القانونية إذا العمل هي الإصلاح مدونة الأسرة من وجهة نظرنا يعني المتواضع ماشي عملية فقط نشوفها مزانية بقانون قاعدة قانونية رأى نحلو بها المشكل رأى ماشي القانون اللي هي حلو المشكل ببعض سنشوفه جانب تقافي وجانب اقتصادي وعليش كنقول علماء للجيمة سنسمعونهم كظاهرة علماء للجيمة سنسمعون لنا واحد دراسات على الأسرة المغربية ليسوسيولوج دبا بعد نشي سوسيولوج دبا كيشي كتابات في المغرب بعد نشي علماء دبا غير اللجنة واحد الوقت كنا مليكة تشوف السيل خمليشي عنده كتاب رائع من الأحوال الشخصية من مدومة الحوال الشخصية إلى قانون الأسرة واش عندنا شي مرجع سيحمد الخمليشي اللي يذكره بالخير هذا واحد من القامات يعني القامات القضائية والقانونية والفقهية صاحب الجهادات ليوم واش عده بالمغرب واش يقدر ينتج لكذا با خمليشي واش تقدر شي واحد تلقاه بحق أحمد الخمليشي دبا دب هذا هو التخبوم اللي عندنا كبير ثم رقطة أخرى مهمة قبل منع نفتح باب المداخلات هلاش بعض المواضيع بحده بس حفل إطراء لغير المشروع تصور لا يخلقوا توتورا هلاش كنت نحيحة على الأسرة منك تحلق الأمر بشي نقاش المرأة وكات إطراء غير المشروع مهم جدا ولم يوتير الزوبة التي يوتيرها القانون الأسرة عادي من أهم الإصلاحات الجوهرية اللي يمكن تصلح أوضاعنا في المغرب هو من أين لك هذا كل واحد مني جاتك هذه برر ما قدرت يشتبرر تصادر لفائدة خزينة الدول هذا أنجع وأهم مدخل لإصلاح البلاد وهذا والحكومة ما بغاتوش علاش لأن عباد الله غالب علاش لما بغوش هذا القانون إنهم هما براسهم سيكونوا تحت طائرة القانون إنهم لن يستطيعوا تبرير ما يمتركون ببساطة شديدة وش هما يمتركوا واحد الحاجة غير قانونية واحدة قانون يدينهم ما يمكن مع كامل الأسف لأن هذا الناس يحكمون الأقلي والحكومة هم يشريعون لفائدة مصالحهم فمع كامل الأسف هذا مدونة الأسرة نحن من هل بغينا فتح عن النقاش معكم نحن هل يoute التخوف وى كل إنسان ينقش من موقع وفؤتش ومصلحتcek يريد الإنسان يخرج ويدافع الإسلام دفاعا على الإسلام يريد الإنسان يخرج ويدافع على اليسار دفاعا على اليسار يريد الإنسان يخرج ويدافع على الناب وإنما ولكن بعض الانسان يدفعوا على مواقع وفي كيبين هاد شي حلما بكي قلت عدد من الزعمات الإسلامية كيديروا واحد نقاش وكيخليوا المجتمع الليوات وراجعوا هادا وراجعوا لنعس مع المرأة ولمرأة وهذا تجيش لوحد المجتمع باش ينكامش ماشي هذا هو النقاش كاي المشاكي الحيوية في المجتمع خاص نقاش بهدو خاص دراسات وخاص وخاص